عقد مؤتمر صحفي بين الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية والسيد جون أفلادوريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد بسم الله الرحمن الرحيم بداية بودني أن أرحب بمعالي الصديق وزميل جونيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا الصديقة في زيارته لدولة الكويت متمنياً له طيب الإقامة في دولة الكويت وصباح هذا اليوم تشرفت بمعية أخي وزميلي جونيف بلقاء سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشع الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نيابة عن سيدي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأكد سيدي سمو ولي العهد على المتانة الكبيرة التي توليها الكويت لجمهورية فرنسا والحرص الكبير لدى البلدين في تنميتها هذه العلاقة المميزة في كافة الأصعدة وعلى مختلف المجالات بالنسبة إلى علاقاتنا الثنائية فقد احتفلنا العام الماضي بمرور ستون عاماً على العلاقات الدولماسية بين البلدين وشهدنا خلال ستون عاماً الكثير من التطور في كافة المجالات سواء كانت المجالات الاستثمارية التجارية الاقتصادية الثقافية التعليمية والتي كانت مفيدة بالنسبة إلى البلدين الصديقين وكذلك نستذكر الموقف الصلب والحازم لجمهورية فرنسا في تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 ودعمها إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في هذا المجال فكان هناك فيه الحمد لله توافق وتطابق في الرؤى لقيادتين البلدين بالنسبة إلى الأهمية لتطوير هذه العلاقات ووضعها في إطار مؤسسي وممنهج وكان هناك فيه اتفاق على أن يكون هناك فيه خطة مزمنة والعام الماضي كان هناك فيه لجنة تسيير كويتية فرنسية تضع الخطوات الأساسية بالنسبة لتقييم العلاقات بأداة قياس ممنهج وموضوعي وبناء على المعطيات والحقائق والأرقام فالجوانب عديدة ومتشعبة بالنسبة إلى العلاقات الثنائية ونرى في الزيارات المتعددة لأخي وصديقي جون إيف إلى الكويت الأهمية كذلك لجمهورية الفرنسية بتطوير علاقاتها ودعمها لقضايا الكويت بالنسبة إلى القضايا الإقليمية والدولية فدولة الكويت تعتز بالموقف الفرنسي الحازم بالنسبة إلى استقرار الكويت وأمن الكويت وكذلك بالنسبة إلى استقرار المنطقة الدور الفرنسي مهم للغاية بالنسبة إلى التهديات الإقليمية التي تمر بها منطقتنا سواء بالعراق سواء كان في سوريا ونقدر كذلك الدعم فرنسا للمبادرة التي أطلقتها الكويت للبنان بالنسبة إلى إعادة بناء الثقة للبنان مع أشقاءه في المنطقة وكذلك الدور الفرنسي كذلك في ليبيا ومحاربته للإرهاب سواء كان ضمن التحالف لمكافحة داعش في العراق أو سوريا أو كذلك بالنسبة إلى دول الساحل ولكويت داعمة لفرنسا في كل القطوات التي تقوم بها بالنسبة إلى إعادة عناصر استدباب الأمن والاستقرار في المنطقة كذلك لا يفوتني في هذا الصدد الدور الهام لفرنسا بالنسبة إلى القضية الفلسطينية ودعم فرنسا لأشقائنا في فلسطين بأن يكون لهم دولة على حدود الرابع من يونيو 1967 وحل الدولتين ففرنسا قريبة ليست فقط للكويت ولكن كذلك للمنطقة ونحن نقدر دورها بشكل ثنائي أو ضمن عضويتها في الاتحاد الأوروبي سعداء في زيارته في الكويت وللتو وقعنا على مذكرتي تفاهم يؤسلان هذه طبيعة هذه العلاقة وإن شاء الله بعد المؤتمر الصحفي سيكون لنا استكمال للمباحثات الرسمية بين البلدين والتي مرة أخرى تصب في صالح وتنمية العلاقات في كافة المجالات بين البلدين الصديقين فمرحبا بك أخي وصديقي وزميلي جانيب في الكويت وإن شاء الله نتطلع أن يكون لك زيارات أكثر في كل فصل في فصل السنة في الكويت شكرا شكرا المساعدة ستين عاماً من العلاقات الدبلوماسية والصداقة بين بلدينا وهذه قصة جميلة وأود أن أعبر عن فياحي المناقشات الممتازة التي أجلناها هذا الصباح مع صاحب السمو للعهد وعلاقتي الممتازة منذ عدة شهور مع صديقي معالي وزير الخارجية أحمد ومعاً أعدنا التأكيد على تصويرنا على المستقرات في العمل التمسيق الوثير لخدمة سلام وأمن المنطقة وخاصة اليوم في ضم الحرب في أوكرانيا وأثار هذه الحرب تظهر في أوروبا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تنعاكز أثارها على التوازنات الدولية فرنسا مصممة على التنسيق مع شركائها وأصدقائها في منطقة الخليج حول كل هذه المواضيع وكل إنركزات هذه الحرب ولقد ركزت على استعدادنا لمواصلة جهودنا لدعم أوكرانيا ولممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا وأتمنى أن نتمكن أيضاً على الصعيد الدولي من توصل إلى جواب مناسق لإحتواء إنعكاسات هذه الأزمة على الأمن الغذائي وكذلك فيما تعلق بتنويع مصادر الطاقة في أوروبا وهذا موضوع تناولناه مطولاً ولقد حرست وأنا حريصاً أيضاً على توجيه الشكر الحار للجانب الكويتي على التضامن القوي من الشعب الكويتي مع الشعب الأوكراني ولدعم السلطات الأوكرانية في مبادرات التي نطلقها من أجل حل دبلوماسي لهذا النزاع أشكر كذلك السلطات الكويتية وزميل أحمد على مواقف الكويت الواضحة تماماً في الأمم المتحدة ولقد تمكنت من إطلاع الجانب الكويتي على ضرورة توقيع اتفاق العودة إلى الاتفاق النووي البيراني الجي سي بي او اي بأسرع ما يمكن لقد اقتربنا كثيراً من الاتفاق منذ شهر هناك مص مفروح على الطاولة وحسب علمي هذا النص يحظى بدعم الجميع النقاط التي يجب حلها بين طهران وواشنطن ليست ثانوية ولكنها لا تشكل جزءاً من اتفاق الجي سي بي او اي الاتفاق النووي مع إيران أنا قلق لأن الوقت يمر ويدهمنا وهناك حاجة ملحة لأن نستكمل هذا الاتفاق وهناك أيضاً تلاقي تام في وجهة النظر بيننا وأود أن نوها أو ذكرنا معاً بحرصنا على الأمن والاستقرار الإقليمية ولقد حييت وأحيي هنا أمامكم تقاليد الكويت في الوساطة هذه الوساطة الكويتية أداة قيمة ومقدرة من الجميع وخاصة في المنطقة وكما قلت كررنا عن إرادتنا المشتركة لإيجاد السبل ليخرج لبنان من أزمته الحالية وإن إعادة الوضع إلى طبيعته يمر قبل كل شيء عن طريق تبني السلطات اللبنانية للإصلاحات الضرورية والمطلوبة التي يحتاج لها الشعب اللبناني فرنسا والكويت قد جندتا قواهما لتقديم دعم مباشر للشعب اللبناني وخاصة بعد كارثة 4 أغسطس أب 2020 أود أن أكرر فيما تعلق بالقضية الفلسطينية هناك التقاء في وجهة النظر للحفاظ على أصوص التي يضمنها القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ونحن دائما نحرصين على الحفاظ على حل الدولتين والحدود المعترف بها وضمان أمن الدولتين هذا هو خط المشترك الذي نسير عليه وأنا سعيدا أيضا جدا للعلاقات الثنائية الممتازة بين فرنسا والكويت ويسعدني المبادلات المصمرة التي حصلت في شهر يناير كانون الثاني الماضي في الدورة الأولى لهذه الأداة التي تبنيناها الحوار الإستراتيجي الذي ينعقد الآن على المستوى الليزاري والذي كان فرصة لإعادة التأكيد على مهمتنا المشتركة لتعزيز العلاقة الثنائية في المجالات الأساسية الثقافة، التعليم، الاقتصاد، ومجمل الجوانب الأمنية والدفاعية هناك مجال واسع للأنشطة والمبادلات وسوف نواصل حديثنا لاحقا ولكني عبرت لزميلي عن استعداد فرنسا والشركات الفرنسية للاستجابة لرغبات كويت في الاستثمار والعكس الصحيح أيضا نحن نرحب دوما بصندوق الاستثمارات الكويتية لكل ما يفعل في فرنسا وأوروبا هناك أيضا تعاون ثقافي هام جدا ويهمنا مواصلة هذا التعاون أعرف أن كويت يحب فرنسا ويمكن أن أؤكد لزميلي ونظيري وصديقي أن العكس الصحيح فرنسا تحب الكويت أيضا شكرا لكم عليكم نبدأ الآن للأسسل للعامة والرغم والسؤال الأول مع فرانس برس شكرا لكم سنبدأ للمسؤالين سوف نبدأ للمسؤالين مساء الخير سيد لودريان ساليمة لوبال من أجنس فرانس برس سيد الوزير هل بحثتم مع المسؤولين هل بحثتم مع المسؤولين في الكويت خلال زيارة اليوم زيادة إنتاج الكويت للنفط وماذا كان الرد وماذا عن الاتفاق النووي الإيراني هل تتوقعون أن تتوصل المجموعة الدولية إلى اتفاق قريب حول الاتفاق النووي الإيراني سيد شيخ أحمد فيما يخص الملف النووي الإيراني إذا ما حصل الاتفاق وتم توقيع على الاتفاق النووي مع إيران هل دول الخليج والكويت مستعدة لفتح حوار مباشر مع دول مع إيران بشأن الموضوعات الخلاكة فيما يتعلق بالنفط أولا مسؤولية الإنتاج والتحكم بالإنتاج هي قرار من أوبيب بلاس أوبيب زائد وليس لي أنا أن أتدخل في عمل هذه المؤسسة المؤلفة من دول ذات زيادة والدول الأعضاء في منظمة أوبيب بلاس هم الذين يقدرون ويقيمون وضع السوق ولكن ما نلاحظه الآن هو زيادة ملحوظة في الأسعار بسبب المضاربة بسبب الخوف المرتبط بالوضع في أوكرانيا وأيضا استباق الأمور ولكن بشكل سلبي وما نلاحظه أيضا وأنا أقول هذا بقوة أنه من جانب آخر ليس هناك علاقة بين الأمرين ولكن من جانب آخر الاتحاد الأوروبي قرر أن يقلص اعتماده على الوقود الأحفري الآتي من روسيا في فترة قريبة نسبيا هذا ما تقرر في ما أسميه بأجندة فرسايا في مجلس رؤساء الدول والحكومات الأوروبية التي العقد في فرسايا منذ حوالي أسبوعين ومصلحتنا جميعا هي أن تكون الأسعار مستقرة وهذه أيضا مصلحة الدول المنتجة لأن ارتفاع كبير جدا للأسعار وإنزلاق هذه الأسعار سيؤدي إلى انحسار اقتصادي دولي لا يتمنىه أحد في القضية الإيرانية أعتقد أني قلت في ملاحظات الاستهلالية رأي بهذا الموضوع هناك نص على الطاولة وكان ثمرة تصميم وخاصة من جانب الأوروبيين فعندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق فيينا نحن حافظنا على البيت واقفا لو صح القول حافظنا على الاتفاق والآن الولايات المتحدة تريد العودة والنقاش جاري ونحن الآن وصلنا إلى نص يناسب الجميع هناك عنصر واحد عرقلة هو من مسؤولية المشتركة يخص الولايات المتحدة والإيرانيين ونود أن تتناقشتان الدولتان لإزالة هذه العقبة التي لا تتعلق بالجي سي بي وي الاتفاق النووي وفي هذه الحالة سوف يتم التوقيع سريعا جدا على هذا الاتفاق أعتقد أن هذه مصطحة الجميع إنها مصطحة إيران مصطحة الولايات المتحدة مصطحة المنطقة ومصطحة من أجل الاستقرار في هذا الإقليم ومن أجل السلام في العالم شكرا بس بود أن أرجع على اللي سألتي معالي وزير الخارجي الفرنسي بالنسبة إلى النفط دولة الكويت دولة مسؤولة ضمن أوبك وضمن أوبك بلس في المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي وننسق بشكل انتام مع كافة الأصدقاء والأشقاء والحلفاء في هذا المجال حيث نستقرار سوق الطاقة العالمي من مصلحة الجميع من مصلحة الدول المصدرة وكذلك من الدول المستفيدة بالنسبة إلى الاتفاق النووي هناك في هواجس كويتية وخليجية وذكرت هذه الهواجس في القبم الخليجية وفي البيانات في الاجتماعات الوزارية ونحن ننقلها بشكل واضح إلى حلفائنا واصدقائنا جميع المعنيين في إتمام هذا الملف ونتمنى أن يراعى مثل هذه الهواجس لدول المنطقة ودول مجلس التعاون السلام عليكم ورحمة الله شوقي محمود من جريت السياسة تطرقتم في الإجازة عن لبنان وما يشهده من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية من خلال لقاء معالي الشيخ الدكتور أحمد الناصر مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني في الدوحة هل هناك من تطورات وقبول المبادرة التي ذكرتم منها مبادرة كويتية خاليجية أوروبية عالمية هل هي استقابة من قبل لبنان شكراً لكم شكراً لبنان وعودة لبنان مرة أخرى إلى رونقة إلى تألقة وإعادة العلاقات للبنان مع محيطة الإقليمي والخليجي نعتقد أنه مهم للغاية للبنان كذلك والشعب اللبناني الشقيق ولباقي دول المنطقة ونشكر في هذا الصدد وبوجود صديقي جونيف بالكويت الدور المهم والبارز لجمهورية فرنسا في دعم الشعب اللبناني في المحن التي مرون بها المبادرة أو الورقة الكويتية كإجراءات لبناء الثقة مجدداً للبنان حملتها الكويت ولكن هي بالأساس خليجية وعربية ودولية ومرجعياتها واضحة ولا أعتقد أنه يعني يحتاج أن أنا أكرر عليها قرارات شرعية دولية اتفاق الطائف يعني الأساس فيها أول تجاوب لبناني كان بعد ما نقلناها ببضعة أيام كان في الكويت وفي الاجتماع الوزاري في 30 يناير في الكويت وقدموا إجابة لها ومجرد يعني أن يقدم لبنان رد على هذه النقاط فهذا بحد ذاته جدية من المسؤولين اللبنانيين في هذا المجال وبعدها تلتها الكثير من الاتصالات مع دول الشقيقة وحلفائنا وأصدقائنا في هذا المجال ومع كذلك المسؤولين في جمهورية لبنان ولمسنا منهم ليست فقط الجدية ولكن كذلك بعض الأعمال الملموسة وخاصة فيما يخص تصدير الشرور والمخدرات إلى خارج لبنان ووضع الضوابط للحد من مرورها أو تصديرها إلى خارج لبنان وكذلك كان هناك في بيان ترحيبي من المملكة العربية السعودية تلتها بيان من الكويت وكذلك كان هناك في لقاء لسمو أمير قطر في هذا المجال التفاهمات إن شاء الله والرد إن شاء الله سيكون قريبا وهناك في تنسيق مستمر مع أشقائنا في دول مجلس التعاون بحيث أن كافة الاقترابة تكون الاقترابة في صالح الشعب اللبناني الشقيق وأجدد شكري كذلك إلى فرنسا وإلى أخي وصديقي وزميلي جون إيف على دور فرنسا في المنطقة وفي لبنان بالذات وفرما يترك أن نقاط المجتركة بين تاريخي فرنسا والتاريخ لبنان وماذا محبتنا لهذا البلد أوادو أن نقاطنا عن ارتياحنا وصولنا للمبادرة التي أطلقها الدبلوماسية الكويتية لتفادي أن يخرج لبنان من اللاعباء لأن خروج لبنان من اللعبة ليس في مصلحة الشعب اللبناني ولا في مصلحة المنطقة وبالتالي كان من الأهمية بمكان أن تتخذ مبادرات لإخراج هذا البلد من هذا الإنغلاق الذي وجد نفسه فيه والذي وضع نفسه فيه وأن تكون هناك يقضى للفعاليات الرئيسية ولنضعهم أمام مسؤولياتهم الكويت قدم مبادرة ندعمها بالكامل ونأمل أن يكون الرد اللبناني على مستوى قوة هذه المبادرة بما في ذلك بدعم من أعضاء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومن هذا المنطلق أن موعد الانتخابي في 15 مايو أيار سوف يكون مرحلة هامة جدا لفترة طويلة كنت حقا أمر في أوقات إحباط كامل لإزاء الوضع في لبنان منذ فترة هناك بعض البوادر الصغيرة الإشارات الصغيرة التي تسمح لنا بأن هناك آفاق مفتوحة وهذا يسعدني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر